هو في النهاية دي أعمارنا والأعمار دي ستدعاء منهم سن مساء عشرين أقل من عشرين أكتر وأعمار أمتي ما بين الستين والسبعين ومنهم من يجوز ذلك فكل الأعمار دي لابد أن نستثمرها في طاعة الله تبارك وتعالى في قضية خطيرة جدا أن الإنسان ممكن يستثمر الوقت اللي ربنا الدهول ده في المعصية نحن كلنا مقصرون يعني سواء القائل والمشاهدون نسأل الله العفو والعافية ويسأل الله أن يتوب علينا يا رب لكن احنا بنحاول اللي احنا نرجع ونتوب إلى الله تبارك وتعالى الوقت ده مهم جدا أنا ما ينفعش الوقت اللي فات أنا المفروض أتحاسب عليه وأحاسب نفسي وأقول ماذا فعلت فيه كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وكان يقولت يا أخوانا لابد أن تتزينوا الإنسان لما يكون داخل عليه ومعيد ولا حاجة فيبدأ يجيب الهدوم الجديدة ومش عارف الملابس الجديدة ويلبس كل حاجة جديدة لكن انت رايح على يوم العرض لابد أن تتزين طب أنا هتزين به بالجديد إيه الجديد هي الأعمال الصالحة ما ينفعش تذهب إلى لقاء الله تبارك وتعالى بأعمال إيه سيئة ولذلك يوم القيامة أهل النار والعياذ بالله يصطرخون في النار وهم يصطرخون فيها كما قال الله عز وجل في سورة فاتر ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهنا نعمل صالحا غير أما أنهم كانوا يعملون هم عارفين أنه هو سوء وبيعملوا المعصية عادي وخدنا على جناحاتك أو كانوا يظن أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إن أنا بعملهم هو ده صح يفسد في الأرض وفاكر يقول لك ده أنا مصلح ورب العالمين يقول كما في البقرة لا إنهم هم المفسدون وبالتالي إحنا يا أخوانا لابد أن نفهم هذه المسألة هذه القضية قضية الوقت فهم قاعدين في النار دول يسترخون يا رب طب ممكن يعني نعمل حاجة غير عمل صالح يرضيك يا رب رب العالمين يروح يجاوب عليهم الجواب ده أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وكانت ستنا حفصة بنت سيرين كانت توجه النداء للشباب تقول لهم أيها الناس أيها الشباب اعملوا اعملوا لأن انتوا في وقت مهم جدا عرف الشمس هي شبهت الشباب زي الشمس الشمس بتملأ ضوء الشمس بيملأ الدنيا نورا امتى من أول كده تقريبا من الساعة تمانية تسعة وانت طلع كده صح وبعدين يجي من عند العصر كده انخفت هذا الضوء لغاية حتى تغيب الشمس الوقت ده هو وقت الشباب في البداية طفل صغير وقت الشروق فمش قادر تحبه وبتاعه مش عارف تعمل أول ما تشب كده خلاص انت فيك قوة فيك نشاط فبالتالي انت تقدر تملأ الدنيا دي كلها نور قبل ما يجي وقت لقي المنحنة نازل والمنحنة بينزل بعد الاربعين بالمناسبة يعني انت القمة الاربعين طب وبعد الاربعين تأهب لا بد ان تتأهب الى لقاء الله تبارك وتعالى عشان كده سيدنا النبي كان يقول لا تزول او لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع او عن خمس كما عنده ترمزي ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما أفناه والشباب كذلك الأمر فيما أبلاه ولذلك كانوا دايما يقولون لنا كده كان سيدنا الامام الشافعي يقول صحبت الصوفية فلم أنتفع منهم إلا بشيئين قال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ده مهم جدا الوقت كالسيف إن لم تقطعه أنا هو سيف لو أنا الوزيك يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله ده طبيب القلوب كان دائما وأبدا يا أستاذ الدعاء هو يقول للناس كده خلي بالكم إن يعني سبحان الله أيهما أشد ضياعا أو أيهما أشد على الإنسان الموت أم ضياع الوقت فيقول ضياع الوقت لأن الموت هو انقطاع عن الخلق وانتهينا لكن الوقت ضياع عن الحق أنت بتفيد عن رب العالمين أصلا ولذلك كل واحد ما يشوف على الموبايل بتاعه الابليكيشن اللي موجود على الموبايل وعما يلعب والتيك توك وشافي أنا بقول لك من دلوقتي امسح دلت دلت ودي حقيقة أنا واحد من ضمن الناس أنا عامل ده أصلا أنا الحمد لله لما جاء أبص على الموبايل عندي أنا مفيش ما عنديش حاجة خلص ما عنديش إلا هو تطبيق خاص بالقرآن الكريم وفقط لا غير طب أي تطبيق تاني فيسبوك حتى ده مش موجود أنا مش حطه عندي لأنه مضيعة للوقت وده رب العالمين هيسألني الملقيات أنا هضرب لك مثال كان في يوم من الأيام سيدنا النبي راجع عليه الصلاة والسلام من غزو اسمها غزوة ذات السلاسل وبعدين النبي لما مش بعيد كده وحب يستريح النبي عليه الصلاة والسلام بهب عليه الصلاة والسلام قام سيدنا عباد بن بيش وعمار بن بيش وعمار بن بيش أسألهم نبصوا بقى اللي اتنين بيقولوا بقى أنت تنام أول الليل ولا أنا ولا آخر الليل عشان نقسم الليل نصين أنت النص وأنا النص خلص فسيدنا عباد عمار قال له أنت قوم وأنا فقام سيدنا طب ها قوم كده يعني أنا قوم كده وخلص هما لها عمل أنا في حراسة الحراسة دي من أفضل الأعمال عند الله عز وجل عيناني لا تمسوهم النار عينهم باتت تحرص في سبيل الله فوقف عباد بن بيش يحرص النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين قال طيب عارفة أضرب عصفرين بحجر طب هتعمل لي يا عباد فقال أقوم وأصلي الليل بقى يحرص هو في الحراسة وفي الطاعة هو طاعة أصلا وفي قيام الليل دأب الصالحين فوقف وصف قدمانه بينادى الله عز وجل كان في الوقت ده فيه عدو عمالي رائب النبي صلى الله عليه وسلم معاوز يضرب النبي موت النبي عليه الصلاة والسلام فأبصر عباد بن بيش وهو يصلي وبعدين قعد منتظره كده وبتاع فالغت وهو فبدأ يقرأ في سورة الكهف ويقرأ بقى ومسترسل بقى في سورة الكهف لغاية لما ضربه بسهم العدو فهو يعني صوب له سهما فساعدنا عباد مسك السهم كده وانتزعه منه وبدأ يكمل الدم بينزل سهم تاني مسكه وبدأ يكمل سهم تاني ما قدرش تخلص بسرعة وبيصح مين عمار بن ناسر يقول له قوم 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 فبيقول له ايه اللي حصل فقال أعبى يحكي له الموقف وان فيها عدو كان وراء انا المهم بيقول له ما منعك اللي انت تصحيني توقذني عند اول سهم صوابه اليك العدو قال كنت في سورة ما كنت احب ان اقطعها ولو اتي على نفسي حتى يعني لو جات على روحي كلها فده العمل وعبادي بدباش عمل استغل وقته ده هو في الحراسة في طاعة وكذلك الامر جعلها ايضا في قيام اللي اشتركوا في القناة